حضرتك يعني استماعت لك في ندوة سابقة كنت تحدث عن أسرار كثيرة متعلقة بالمسجد الأقصى المبارك لو تطلقنا على بعض منها ما بعرف إيش قصدك بالأسرار يعني حضرك تحدثت عن إنه كل حجر حتى داخل المسجد الأقصى المبارك وهناك غرف يعني غير معروفة بالنسبة لكثير من المسلمين الذين لم يتمكنوا من الذهاب للمسجد الأقصى المبارك لو تحدثنا عن بعض من نقاط الباريزة تلك فيما تعلق بالمسجد الأقصى المبارك أخي ليس مسجدا عاديا والآن كونه تحت الاحتلال يأخذ هيبة إضافية وأنا أتمنى على كل مسلم أن يجعل لنفسه هدفا أن يتعرف فعلا على المسجد الأقصى المبارك سيجد حقيقة سيجد مكانا حبيبا إلى القلوب هذا المكان كان يحبه محمد صلى الله عليه وسلم أنا أريد فقط أن أقول للمشاهد أن المسجد الأقصى المبارك كان قبلة المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة عشر عاما وأشهر النبي صلى قبل الإسراء والمعارات قبل أن تفرض الصلاة كان يصلي على ملة إبراهيم ركعتين في الصباح وركعتين في المساء وكان يصلي وقبلته الصخرة من المسجد الأقصى المبارك فكان يصلي باتجاه المسجد الأقصى المبارك ثم بعد الهجرة كان النبي قبل الهجرة يجعل الكعبة بينه وبين المسجد الأقصى المبارك فبعد الهجرة أصبحت الكعبة في الجنوب والمسجد الأقصى في الشمال فكان النبي إذا أراد أن يصلي يتوجه نحو المسجد الأقصى لأنه هو القبلة فيستدبر الكعبة وهذا ثقل على النبي صلى الله عليه وسلم كم المدة ستة عشر أو سبعة عشر شهر كما ورد في حديث البخاري أن النبي صلى ستة عشر شهر أو سبعة عشر طبعا هذا بعد الهجرة ثم جاء تحويل القبلة ثم جاء تحويل القبلة طبعا فصار النبي يستقبل مكة ويستدبر القدس هذا المسجد الحبيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما زاره رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه أي مكان مسكوف بالمناسبة في رحلة الإسراء والمعراج أعظم ليلة في تاريخ البشرية بالمناسبة وهي واحدة من أعظم ليالي السيرة إن لم تكن أعظم ليلة في السيرة